بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة لأقوم أداعيم تعلماتي من درس النقود بالنسبة للتمرين الثالث أكتب مبلغ النقود يجب أن أحسب العشرة سمع العشرة والوحدة سمع الوحدات لدينا عشرون درهام عشرة احد درهم خمسة درهم احد درهم احد درهم نحسب العشرة ثم الوحدات إذن 20 30 زائد 10 30 زائد 10 40 إذن 40 درهم ثم ندوب العدد الأكبر 5 دراهم ثم نتبعها بالوحدات 5 6 7 8 9 دراهم إذن لدينا 40 9 هي 9 و 40 9 و 40 درهم بالنسبة لرابعا أبادل كما في المسال لدينا درهمان هي درهم زائد درهم درهمان لدينا 5 دراهم إذن أبادلها ب1 درهم زائد 2 درهم 2 زائد 1 3 درهم إذن ينقصنا 3 درهم 4 درهم 5 درهم ينقصنا 2 إذن 2 درهمان ثم لدينا 10 درهم إذن قصمناها إلى 2 بمثل أصابع اليد عشرة أصابع كل يد فيها 5 5 5 هي 10 إذن 5 دراهم و 5 درهم دراهمة هي عشرة دراهم بالنسبة للتمرين الخامس ألون النقود التي أبادلها بالورقة النقدية من فئة 200 درهم 200 درهم إذن 200 درهم هي 100 زائد 100 إذن غلونه 100 الأولى قسمناها إلى 150 زائد 50 لونه 50 سوف تبقى لنا 50 إذن نحتاج إلى 50 أخرى 50 التي نصرفها هي 20 زائد 20 أربعون زائد 10 دراهم إذن 5 6 7 8 9 10 إذن نغلل لونه 20 20 هي 40 نزيدها 10 درهم هي 5 درهم خصنا 5 أخرى باش تكملينا 10 إذن جوج وجوج هي 4 وواحد هي 5 نغلل لونه جميع القطع باستناء 20 درهم وجوج ديال درهم واحدة فيه إذن 20 واثنان نلون ثم نعود إذن قمت بتلوين حاولت أن ألون بالألون المتقر مثلا 50 درهم بالأخضار 100 درهم بالبني 20 درهم بالبنفساجي والدرهم لونتها بقلم الرصاص سادسا وبادي الورقة النقدية من فئة 50 درهم بتلوين النقود لمناسبة إذن 50 درهم هي 20 درهم زائد 20 درهم زائد 10 درهم 20 درهم هذه إذن إذن 20 درهم ما كانش 20 درهم أخرى إذن ناخد 5 صرفة 10 درهم 10 درهم إذن 20 30 40 ونحتاج إلى 10 درهم أخرى 50 درهم أقوم بالتلوين ثم أقوم بالتلوين إذن كما تلاحظون 20 30 40 50 درهم ثم الثم 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 الأخير ألاحظ وأبديل لدينا 50 سنتيما مثل 50 درهم عرب لص الدرهم نغير الوحدة بالسنتيم إذن قلنا 50 هي 20 زائد 20 زائد 10 نفس الشيء إذن 50 هي 20 زائد 20 زائد 10 الذي سيتغير هو الوحدة العدد سيبقى هو كما هو إذن هي 20 20 و 10 الذي سيتغير هو الوحدة هنا يعدنا سنتيم 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 من 50 هي 20 زائد 20 زائد 10 إذن 20 زائد 20 زائد 10 ندير نحط العشرة حيث هنا عندنا القطع النقدية إذن 20 30 سنتيم 20 هذي سنتيم 10 10 10 10 نشوف 20 30 40 50 صحيح إذن الوحدة التي سنتيم سنتيم نفس الوحدة سنخدم بها في جميع القطع 10 سنتيم 10 10 سنتيم زائد 20 سنتيم شكرا